ليه من دلوقت الصدام? هي البلد محتاجة صدام? محتاجة مشكلة صغيرة زي كده? وليه النهاردة فجئت المجلس الوزراء ان هو وافق ايه هو انتوا عايزين مشكلة ليه? ايا كان عدد الاعضاء. طب مهو البرلمان ده بعد اسبوعنا هنعقد. طيب من حقه يماشي الرجل يتعايي النهاردة. طب ايه المشكلة? يعني ايه كل واحد بتنبت على موقفه? هو محد يش شاف مزاحت البلد. هو انا النهاردة محتاج الحكومة تعمل ازمة مع البرلمان قبل ان ينعقد. محتاج مع احترام المشار مجد العاجاتي ما بتكلمش على شخصه ولا ولا شيء ولكن بتكلم على انه مجلس تم انتخابه هو وشأنه تماما. المسئولية خاصة بالوزير المسئول عن هذا الامر امور ادارية. لا يعين ولا يعمل ولا ياخد ايجراء. نهائي. طب يا جماعة انت النهاردة ايه الفكرة? مانش ريف اسماعيل. كلنا منتظروا الجاي من الجنوب افريقيا? قل لك خلاص. النواب عايزين كده? خلاص قرار ده وجمت. والنواب وشأنهم. لكن ارجو ان احنا كمان عندنا الحكومة واضح كده هو. وانا بقول لكم من بدري. من النهاردة بداية الصدام مع مجلس النواب الجاي. حتى لو عشرة. حتى لو خمسين لو مية. من مجلس النواب في صدام. ليه في صدام? لا يحق الحكومة. تحت اي زر. مين اللي بيراقب الدنيا دي كلها? هو مجلس النواب المنتخب. مش الحكومة على فكرة. المجلس زال انتخبوا الشعب اللي هيراقب الحكومة. وهيقول اداءها مية في المية او اداءها نص او اداءها مش نافع. اللي هيقول اداء سيم الوزراء كويس وصاد مش كويس. اللي هيقول رئيس الوزراء اداءه جيد او اداءه ممتاز او اداءه يروح. مسلا هو مجلس على فكرة. واحنا منتخبين الناس عشان كده. مش منتخبين الناس عشان يطبلوا للحكومة. وانا قلت من شهرين. قسما بالله انا شخصيا هتابع اداء كل نقف في البرلمان. واللي هلاقيه فبيشتغل للشعب. ويرائب اولا ربنا. ومصحت الشعب لايا كان عنده حصانة ما عندهوش حصانة مش ايفرق معايا. هطلع واقول وكل شيء. الناس دي مش جاية تطبل الحكومة. ابدا المرحاة مش محتاجة.